السلام عليكم هذا الفيديو بالنسبة للناس اللي مازال مفهموش ناهم المعادلات ومعرفوش الطريقة دي الحل المعادلات إذا هادي نشوفوا هذا النوع من المعادلات ربقى كل مرة نحط لكم فيديو هكو أقصر على أشكال المعادلات وطريقة دي الحل ديالهم نعندي جوش X ناقص 4 تساوي 2 أول حاجة تافقنا عليها هي نخليه المجاهل في الطرف الأول والمعالي في الطرف الثاني ناقص 4 تساوي جوش X تساوي جوش زائد 4 هي 6 حتى نصل لهذا المرحلة جوش X تساوي 6 أولا نتخلص من هات جوش تغصين ديال عندي درب العادو ديال الدرب و القسمة نقصم على جوج هنا ونقصم على جوج هنا هنا في تحووت هات زائد ربعة العادو ديال الطرح هو الجمع زائد ربعة هنا وزائد ربعة هنا ناقص ربعة زائد ربعة مشات بقاتلية صفر وهنا وليس عندي زائد 4 هنا كنذير القسمة باش تمشي جوج مع جوج وتبقى لها X وهنا ستمقصو مع الجوج نحسبها هي 3 إذن حل ديال هذه المعادلة هو X تساوي 3 هو 3 هو حل ديال هذه المعادلة نفس الطريقة نشوف هذه المعادلة هنا عندي الأول حاجة كنمشي نشوف هنا هما المجاهل عندي X وعندي جوج X هذا هما المجاهل أرى نحطهم في الطرف الأول X مقاد espn نخليها جوج X غا تقطع الطرف الأول غا تولي ناقص جوج X نخير لها الإشارة كانت مكان والو رأيز زائد فاش نحولها تولي ناقص كانت ناقص نحولها تولي زائد هنا عندي 3 بقاد espn ناقص واحد غا تقطع غا نخير لها الإشارة غا تولي زائد واحد نحسب X ناقص جوج X حيئة ناقص X ثلاثة زائد واحد هي أربعة هنا عندي ناقيس 1 نقسم على ناقيس 1 وانجي هنا ونقسم على ناقيس 1 ناقيس 1 على ناقيس 1 مش هتغبس بقالية x و 4 على ناقيس 1 رأيى ناقيس 4 إذا الحلول ذي المعادلة هو الحل ذي المعادلة هو ناقيس 4 بكل بساطة نجد الى الفيديو على أشكال المعادلات باش تفاهموهم زيان يالا بارتاجي ونتلقاو في فيديو اخر